عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقة نقاشية جديدة حول الاستخدام الآمن لبرامج التكتوك وتبادل المشاركون في الجلسة الحوارية الآراء بشأن خطورة استخدام تلك المنصة الإلكترونية تحديدا على المراهقين والشباب انتهى الحوار بالخروج بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة توعية الآباء بخطورتها واستخدامها وضرورة الوصول لأفضل آليات وأدوات للترويج للسياحة المصرية والإنجازات الإيجابية على منصات التواصل المختلفة فضلا عن استعمال أدوات تسويقية ذكية كمسابقات لأفضل الفيديوهات والأفلام القصيرة